اشتركوا في القناة كويس كنت حلوه كمان ان في فترة الجماعة الاسلامية كنت التقديم اكتبوا مرة كان لما بقول ليه الخروج على الحاكم لمحنا خرج من الحاكم وحرمه قلت قوله ان هو حرمه وخرجت معنا ليه قيل ان احنا حافظ القرآن وحسب ابن تيمية وان حافظ القرآن فلا هو ان يكفر لا مليش خالص مفيش حد للحاكم في فترة الجماعة الاسلامية انا مش عاوز في فترة بعض الجماعات ان تغير في اليد اه متاحل لكل من حافظ لا ازاي اول اول هارد على ساعتك في عدة نقاط اول انا بشكرك على انك انت متبحر ممتاز بس في كزا نقطة عايزة تضبط يعني اول حايا ابن تيمية هو كغيري من اولان بشر يأخذ منه ويرد وهو ليس بمعصوم وعلى فكرة اصول الفقه بتقوليه ان قول الصحابي ليس حج يعني قول الصحابي ما هوش حجة في الشريعة فبالتالي ما دونه ما هوش حجة ولكن لا تقديس ولا تبخيس لاحنا نقدس ابن تيمية وناخد اي حاجة عنده وفي نفس الوقت لا نبخسه ولا نشتم ولا اي حاجة هو عالم كغيري من العلماء ابن تيمية اول حاجة مشكلته انه هو دخل فيه اشكاليات كثيرة جدا واسلوبه صعب في بعض الحاجات وما الى ذلك لكن ما قالها من فتاوى بخصوص زمانه ما تنقلش هنا واتي يعني ما قالوا في فتاوى يعني فتاوى اذا نقلت من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان لها ضوابط يا ما فيش فتاوى قيلت في سين في زمن من 1500 سنة اروح نقولها العين مختلف عنه بعد 1500 سنة دي اول حاجة يبا هو ليس بمعصوم ولا مقدس وفي نفس الوقت ما هواش مبخس ولا منجس الحاجة التانية اي عالم من علماء الاسلام حتى الصحابي نفسه قوله ليس بحجة ولكن لا يعني انه مش مقدس ان احنا بقى نشتم مثلا في الائمة الاربعة وما الى ذلك مش عليك انت ما نشتمش في الائمة الاربعة وما الى ذلك لا هم قفتوا لزمانهم وعصرهم وما يتناسب مع هذا العصر من اقوالهم يبا ناخذ به نيجي على ابن تيمي على فكرة ما جالش